جدول ترتيب دوري الممتاز المصري الممتاز بعد مبارتي اليوم الزمالك في صدارة جدول الترتيب برصيد 41 نقطة من 18 مباراة يليه بيرامدز من 16 مباراة 35 نقطة ثم الاهلي في المركز الثالث من 14 مباراة ب33 نقطة يعني الاهلي لو لعب 4 مباريات اللي فضلنه زي الزمالك هياخد 12 نقطة لو كسب على فرض انه كسب يعني على فرض انه كسب هياخد 12 نقطة هيبقى رصيده 45 نقطة فيوتشر في المركز الرابع ب17 مباراة 28 نقطة بنفس رصيد المباريات فريق سموحة في المركز الخامس ب27 نقطة فرقه في المركز السادس ب26 نقطة البنك الاهلي في المركز السابع ب24 نقطة وفي المركز الثامن امبي ب23 نقطة بعد فوز اليوم على الزمالك طلع الجيش في المركز التاسع بنفس الرصيد وسينماية كلوباترة في المركز العاشر ب21 نقطة وفي المركز ال11 غز المحلة ب20 نقطة والمصري في المركز ال12 ب19 نقطة وبنفس الرصيد لاتحاد السكندري في المركز الثلاثتاشر وفي المركز ال14 المكول عرب ب17 نقطة واتقاسم معه الرصيد فريق الجونة في المركز الخمستاشر والاسماعيلي في المركز ال16 ب14 نقطة استن كامباني في المركز قبل الأخير ب11 نقطة وأخيرا مصر مكسسة ب10 نقاط وأنا أعتقد أن مصر مكسسة مستقبل ومش كبير في الدوري الممتاز يعني بناء على الظروف اللي بيمر بها الفريق سواء إدارية ماديا أو حتى على مستوى اللاعبين أو الكفايات اللي موجودة في الفريق وإن كان حظوظه مازالت بالتأكيد قائمة وكل الدعم ليهم أنهم يكملوا الدوري بشكل جيد